السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد والنهاردة حنعمل فيديو جديد مطالبة بخفض التنسيق القبول بالسنوي العام وربنا يحقق لكم كل أحلامكم اللهم أمين وإن شاء الله كل المحافظات تنزل تنسيقها قريب بإذن الله إحنا عارفين أن الوقت خلاص ما بقاش في كتير ولكن إحنا هنستمر برضو بتفعيل إليه هاشتاجه ونضم صوتنا لصوتكم لحد آخر وقت لحد ما المسؤولين والمحافظين يستجيبوا ليه رغبتنا ويحققوا طموحات أبنائنا بالالتحاق بالتعليم السنوي وبرضو أنا يعني حقول لكم تفقلوا بالخير إن شاء الله تجدوه ولو ربنا ما وفقكوش وما كتب لك وما كتب لكوش يعني أن انتوا تلتحقوا بالسنوي العام فدي برضو مش نهاية العالم عشان أنا شايفة تعليقات كتيرة وحنقرأ بعض منها دلوقتي يعني أن الولاد فعلا منهرين وحالتهم وحشة جدا علشان مصممين هما يدخلوا السنوي العام وما حلفهمش الحظ بسبب موضوع الأبحاث اللي كان في الترم التاني وكل طلاب الشهادة الإعدادية أخذوا الدرجات كاملة في الترم التاني فبإذن الله إن شاء الله إحنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا دلوقتي حنقرأ مع بعض شوية من التعليقات ونشوف المحافظات اللي كانت بتطالب بخفض التنسيق وفي الفيديو ده علشان محدش يقول يا ميس انت منحاذة عن محافظة ومحافظة لأ حنناشد جميع المحافظات ونشوف المحافظات اللي نزلت تنسيقها نزلت قد إيه ووصلت لمرحلة تانية ولا مرحلة تالتة ولا أولى بس ومنزلتش التنسيق عن كده وإن شاء الله نعمل مناشدة ومطالبة بخفض التنسيق لجميع المحافظات بإذن الله تعليق من منار مجدي بتقول تخفيض تنسيق الغربية للثنوي العام درجة يعني هي وقفة على درجة واحدة عشان تدخل للثنوي العام فيه كمان بيشو بيشو تخفيض تنسيق محافظة القاهرة 235 يبقى احنا كده معانينا محافظتين الغربية والقاهرة بتطالب بخفض التنسيق بها كمان معانا تعليق من أحمد السيد بيقول تخفيض محافظة المنوفية برضو بنطالب وبنناشد محافظة المنوفية بخفض تنسيق القبول بالثنوي العام لمحافظة المنوفية كذلك فيه شور هور في الغربية يارب الغربية بتطالب بخفض التنسيق لمحافظة الغربية كمان تعليق من روائع وغرائب بنطالب بتخفيض تنسيق البحيرة 245 أرجوكم اسمعونا يعني بنطالب وبنناشد محافظة البحيرة بخفض تنسيق القبول للثنوي العام تنسيق من محمد بدوي تخفيض تنسيق الثنوية العامة بمحافظة أسيوت برضو ياريت بنناشد محافظة أسيوت بخفض تنسيق القبول بالثنوي العام حتى يمكن جميع أبنائنا في محافظة أسيوت لأنه فعلا التنسيق كان عالي في محافظة أسيوت أنه يلتحقوا بالتعليم الثنوي كمان معنا تعليق من زهرة القرنفل زهرة القرنفل بتقول تخفيض محافظة القاهرة إلى 240 درجة إحنا عارفين أن القاهرة يعني نزل التنسيق من 254 إلى 244 درجة فإحنا بنناشد محافظة القاهرة بخفض التنسيق يعني ليه وتنزل لمرحلة ثالثة علشان ليست برضو فيه طلاب ما أضروش بمجمعهم أنه هما يدخلوا الثنوي العام فبنناشد محافظة القاهرة بخفض تنسيق محافظة القاهرة ونزلها للمرحلة الثالثة يعني تنزل كمان أربع أو خمس درجات إن شاء الله كمان تعليق من أحمد يقول خفض تنسيق الدقاهلية لازم ينزل خمس درجات طبعا إحنا بنضم صوتنا برضو لصوتك وبنقول يعني بنناشد محافظة الدقاهلية بخفض التنسيق القابول إن شاء الله وينزل تاني يعني أربع أو خمس درجات عشان يمكن الطلاب من القابول بإذن الله لأن كانت الدقاهلية 259 درجة ونزلت لمتين أربعة وخمسين وبعدين 248 فإحنا بنناشد إن هي تنزل كمان مرحلة بإذن الله كمان تعليق من كامل كامل بيقول تخفيض تنسيق السنوية العامة بورسعيد درجة ونص يعني هو واقف على دخوله للسنوية العامة نقص له درجة ونص عشان يقبل طبعا إحنا عارفين إن بورسعيد كانت تنسيقها متين خمسة وخمسين ونزلت بقت متين وخمسين فإحنا بنناشد برضو محافظ بورسعيد بخفض تنسيق القابول للسنوي العام يعني وتنزل إن شاء الله بإذن الله كمان مرحلة تلتة علشان تتيح ليه طلابنا لنقص لهم درجات قليلة زي درجة أو درجة ونص بإذن الله إن هم يحققوا حلمهم ويلتحقوا بالتعليم السنوي تعالوا نشوفوا التنسيقات مع بعض أول محافظة لها القاهرة كان تنسيقها أو نزل التنسيق لمتين أربعة وخمسين للقابول بالسنوي العام وبعد كده نزلت مرة تانية لمتين أربعة واربعين فإحنا برضو بنناشد محافظ القاهرة بخفض تنسيق القابول مرة تانية كان معنا محافظة الجيزة نزل التنسيق من متين واربعين درجة لمتين تمانية وتلاتين درجة فإحنا برضو بنناشد محافظ الجيزة بخفض التنسيق القابول للسنوي العام تالت محافظة معنا اسكندرية ودي التنسيق بتاعها كان من 250 ونزلت التنسيق بتاعها لـ 240 درجة يعني نزلت 10 درجات ومازال برضو لسه في طلاب بيبقوا عايزين يعني درجات بسيطة كمان فضلالهم علشان يدخلوا للتنسيق العام للسنوي العام فبنطالب محافظ الاسكندرية أيضا بخفض تنسيق القبول بالسنوي العام لمحافظة اسكندرية وتنزل إن شاء الله مرحلة تالتة بإذن الله تعالى كمان معنا محافظة مطروح ودي تعتبر من أعلى المحافظات اللي التنسيق نزل بيها يعني 15 درجة و25 درجة و30 درجة كمان في بعض الإدارات لأن هي ابتدت التنسيق بتاعها بـ 250 درجة وبعد كده سبعض الإدارات نزلت لـ 242 وإدارات أخرى 235 و230 و215 ففي إدارات نزل بيها التنسيق عالي جدا وعشان كده احنا بنطالب المسؤولين بالمساواة بخفض التنسيق زي ما نزلت فيه محافظات يعني المحافظات اللي ما زالت التنسيق بتاعها لسه عالي ياريت برضو نفرح أبنائها ويدخلوا بالتنسيق العام بإذن الله تعالى كمان محافظة القليوبية محافظة القليوبية التنسيق بتاعها نزل 251 وبعد كده نزلت لـ 245 وبعد كده منزلش التنسيق تاني فاحنا بنطالب برضو محافظة القليوبية بخفض التنسيق بيها كمان معنا محافظة الدقاهلية الدقاهلية نزلت تنسيق من 259 لـ 254 وبعد كده نزلت لـ 248 في محافظة الدقاهلية فاحنا برضو بنطالب بخفض تنسيق القبول بالثنوي العام وتنزل مرحلة رابعة احنا ان شاء الله بإذن الله يعني استنى اللي فاتت نزلت التنسيقات من مرحلة تانية لـ 3-4 فعشان كده بنقولنا تفاقل خير بإذن الله وينزل التنسيق معنا في كل المحافظات اللي لست ما نزلتش ان شاء الله فيه كمان معنا محافظة دميات وده كان تنسيقها من 255 ونزلت لـ 250 وبعد كده نزلت مرحلة تالتة لـ 245 ولكن برضو التنسيق ما كانش مردي لبعض الطلاب والطالبات لمحافظة دميات وكانوا بيطالبوا بخفض التنسيق كمان 4 او 5 درجات حتى يعني تسمح لهم الفرصة ان هم يدخلوا للتعليم الثانوي معنا محافظة الغربية الغربية نزلت تنسيقها من 253 درجة لـ 251 درجة يعني قليل جدا وعشان كده احنا بنناشد المسؤولين والمحافظين في محافظة الغربية ياريت يعني يحققوا امال وطموحات ابناء محافظة الغربية ان هم يدخلوا للثانوي العام كمان محافظة المينيا من 247 نزلت تنسيق نزلت لـ 245 يعني درجات قليلة جدا درجتين بس ودي برضو بتعتبر من المحافظات اللي كان تنسيقها عالي فاحنا بنناشد برضو المحافظين او محافظة المينيا بخفض تنسيق القبول للثانوي العام محافظة قنة كان تنسيقها 258 ونزلت لـ 255 يعني 3 درجات فقط فاحنا برضو بنناشد بخفض تنسيق القبول للثانوي العام محافظة قنة لانها بتعتبر برضو من المحافظات العالية جدا في التنسيق وما نزلش غير درجات بسيطة قوي يعني زيها زي الغربية وزي المينيا وقنة فاحنا بنناشد المحافظين ان هم يعني ينزلوا كمان مرحلة للقبول بالثانوي العام معانا محافظة السويس السويس نزل التنسيق من 250 لـ 238 درجة وده كان الى حد ما كان مقبول يعني وقدر انه يفرح ابناء محافظة السويس بالتنسيق ودخولهم للثانوي العام معانا كمان محافظة الشرقية الشرقية كانت تنسيقها من 252 نزلت لـ 245 ومازال برضو التنسيق مش مرضي لأولياء الأمور وللطلاب ان هم يقدروا يلتحقوا بالتعليم استنوي فاحنا بنناشد محافظة الشرقية بخفض تنسيق اللي قبول للثانوي العام وتنزل لمرحلة ثالثة بإذن الله تعالى كمان محافظة الفايوم الفايوم كانت تنسيقها من 258 نزلت لـ 250 يعني نزلت 8 درجات فاحنا بنناشد بخفض تنسيق برضو محافظة فيوم كمان مرحلة ثالثة وبأربع أو خمس درجات ان شاء الله عشان يقدر كل أبناء محافظة الفايوم يلتحقوا بالتعليم الثانوي معانا كمان محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد كانت تنسيقها من 255 نزلت لـ 250 فمازال برضو التنسيق عالي فبنناشد محافظة بورسعيد بخفض تنسيق القبول معانا محافظة البحيرة البحيرة برضو تنسيق عالي قوي 260 ونزلت لـ 255 يعني نزلت 5 درجات وطبعا كتير من أبناء محافظة البحيرة يعني زعلانين جدا ومقهورين ان هما مقدروش لتحقب التعليم الثانوي فبنناشد محافظة البحيرة بنناشد محافظة البحيرة بخفض تنسيق القبول للثانوي العام عشان يقدر يفرح كل أبناء محافظة البحيرة أيضا كمان معانا محافظة أسيوت برضو من ضمن المحافظات اللي كانت تنسيق عالي زيها زي البحيرة 260 درجة ونزل لـ 255 درجة فاحنا بنتمنى ويعني طمعانين فكرة المحافظين سواء كان محافظ أسيوت أو البحيرة بخفض التنسيق وينزل مرحلة تلتة ان شاء الله في محافظة البحيرة وأسيوت كذلك كفر الشيخ كانت تنسيقها 250 ونزل 5 درجات ليصبح 245 درجة فاحنا برضو بنطالب بخفض تنسيق محافظة كفر الشيخ لمرحلة تلتة عشان تمكن برضو أبناءها من الدخول للثانوي العام فيه كمان محافظة الوادي جديد كانت تنسيقها 252 ونزل لـ 240 فكمان محتاجين 4 أو 5 درجات عشان يقدروا أبناءها للتحق بالتعليم الثانوي آخر محافظة معنا اللي هي محافظة الأقصر دي كانت تنسيقها 243 ونزل لـ 236 ومازال برضو بعض أبناء المحافظة برضو بيتمنوا خفض التنسيق وينزل كمان 5 أو 6 درجات عشان يتمكن طلابها من الدخول للثانوي العام محافظات زي محافظة سهاج والإسماعيلية وبنسويف والمنوفية والبحر الأحمر وأسوان وشمال سينة وجنوب سينة كل المحافظات دي لم تعلن عن المرحلة التانية حتى الآن فاحنا بنطالب جميع المسؤولين والمحافظين لمحافظة سهاج والإسماعيلية وبنسويف والمنوفية والبحر الأحمر وأسوان وشمال سينة وجنوب سينة بخفض التنسيق رجاء رجاء بخفض التنسيق وجماعة يعني أنا بضم صوتي لصوتكم وان شاء الله بإذن الله يوصل صوتنا وياريت لايك كتير قوي للفيديو ده عشان يوصل صوتنا للمسؤولين ويتحقق أمال كل أبنائنا بالالتحاق بالتعليم الثانوي وان شاء الله أبشركم بكل جديد فيما يخص التنسيق للثانوي العام وان شاء الله محافظات جديدة تعلن عن التنسيق وحتابع معاكم أول بأول وما تنسوش اللايك كتير وكمان استمروا في تفعيل الهاشتاج انزلوا تحت في التعليقات وكتبوا هاشتاج اسم المحافظة بتاعتكم وبتطلبوا بتخفيض تنسيق كم درجة عشان يوصل صوتنا للمسؤولين لأن لو أخدتوا بالكم ان كل إعلام بينزل من المسؤولين بيكون فيه رغبة واستجابة لأولياء الأمور يعني معنا كده ان هم بيشوفوا قراءكم هل انتوا بخفض التنسيق اللي بينزل المحافظات خلاص تمام كده ولا لأ وخاصة ان ان شاء الله حيكون فيه فرصة تبيرة مع كمان الانتشار فيروس كورونا فالأعداد مش كلها حتدخل فيه المدارس حيكون فيه كسافة طلابية أقل فبإذن الله ان شاء الله حيسمح بدخول جميع أبنائنا وتحقيق أملهم بإذن الله تعالى وفي القتام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته